منذ ثلاثة أيام مضت بدأ مطار دبي الدولي وهو أكثر مطارات الركاب الدولية ازدحاماً في العالم ومركز نقل مهم في الشرق الأوسط ببث الفيديو الترويجي لسهرة عيد الربيع لعام 2024 على أساس متجدد للتحضير للسهرة التي تعرض على الهواء مباشرة في ليلة رأس السنة الجديدة بث المطار سهرة عيد الربيع عبر شاشة عرض عملاقة وقد انجذب بعض الركاب الأجانب لعروض الأغاني والرقصات الرائعة وتعلموا بعض الرموز الصينية على الفور لإرسال البركات للجمهور الصيني أحببت هذه السهرة كانت احتفالية جداً وجاملة جداً أحببت مشاهدتها لقد تأثرت بشدة بهذه السهرة لقد كان العداء جيداً جداً كما أخذ العديد من الموظفين الصينيين في مطار دبي إجازة من العمل للحضور والمشاهدة وكانوا فخورين جداً ببث سهرة عيد الربيع في الخارج أشعر بالفخر لكنني في أرض أجنبية وقلبي أشعر بالدأف إن أجواء وبرنامج هذه السهرة مثيرة للغاية وقد شاهدتها مع زملاء الأجانب وأشعر بالفخر الشديد في الآونة الأخيرة يسألونني جميعاً عن أيدي الربيع وأحياناً أخبرهم